في حين حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقما للإنفاق على الحملات الدعاهية فإن الثابت في قناعات الجميع جمهورا ومشاركين ومراقبين أن هذا لن ينجح بل وأن الأسوأ مرشح للحصول وحددت المفوضية مبلغا قدره 250 دينارا يضرب بعدد الناخبين لكل مرشح ما يعني أن الدائرة الانتخابية المقدر عددها بمئة ألف ناخب يحق للمرشح الواحد إنفاق 25 مليون دينار خلال دعايته الانتخابية ويلعب المال السياسي دورا حاسما في الحملات الدعائية وفي الغالب يلف الغموض مصدر المال السياسي فمنه ما يأتي من خارج الحدود ومنه متراكم أموال الأحزاب النافذة التي استفادتها من مشاركاتها في الحكومات الاتحادية والمحلية ومنه تبرعات شركات وأشخاص طامحة بالمنفع وتؤكد المعطيات المستندة إلى تاريخ من الدورات الانتخابية السابقة استحالة مراقبة عملية الصرف من قبل المفوضية كما أن العقوبات التي تفرضها على المخالفين غير رادعة أما الأسوأ الذي ينبه إليه المراقبون فهو استخدام موارد الدولة وإمكانياتها في الدعاية الانتخابية وهذا أمر لا فرار منه وليس له حل هذا من ناحية المرشحين أما من ناحية الناخبين فإن القناعات التي تجذرت في العقلية الفردية وحتى الجمعية بات أغلبها ترهن أفضلية المرشح حزبا أو فردا بقوة موقفه المالي وقدرته على الانفاق بصرف النظر عن مصدر الأموال كذلك الحال بالنسبة لقضية الاستفادة من موارد الدولة وهو يدخل قانونا في باب الهدر وسوء استخدام السلطة فمعظم الناخبين يعتبرونها شطارة ودلالة على النفوذ والسطوة إن مرشحا يستطيع تحريك آليات الدولة لطبليط شوارع المنطقة المرشح فيها لهو أجدر بأصوات الناس هكذا يرى الجمهور ويقولون عنه جدها ويسوي شغل ولا يهم المواطن أن يكون ذلك العمل مرتبطا فقط بالانتخابات وأنهم قد لا يرون للمرشح وجها بعد انتخابه